اشتركوا في القناة قلت له إلي خرجت من الخرافة ونحن ندخل في خرافة واحدة أخرى سهلا قال لي ما فهمت كيف ستدخل في خرافة أخرى قلت له زعماء فتراضا الغينة الدين أو الغينة الإله واذا لا تظن أنه هذه في حد ذاتها خرافة ستبدأ ترحوم لوجيكا إنما ستبدأ تكون خرجت الكون لكي نجد صوت فعادة واذا هذه خرافة وانتا تكون فان دون مون بيسرحك لا تقلق هذا الشيء صعبي إذا كنت تقلق لها حقا دين رأسك صعبي هناك أحد يقنعك هنا في هذا الروم وإذا كنت تستفد لن تقلق على رأسك تعرف ما هو الشيء الذي تأمن به وقد فعله ضروري يا أخو يا أفم توافق معك وها دور ربحتك أدور ربحتك أكيد أكيد الله يود لا تنقلب وتنبح لا تكون شجاع صعبي بشي تقلب ونجي وتنتفى على رأسك ويا غدالي مبطلين ورهت الشجاع ديالي يا أخو يا أفم اللي خلاتني طبعا ترحت السؤالة وكيف أجب أجب دارة القضية ديالي لكني ما تشفى أو شني سليق فرصة لا ستقلق أحنا دعكين إله وما دعكين ستين وإله واجغي خلقك عبتا إله خلقك عبتا هادي شوية ما تحقب ناش لعقا الضروري عندو رسالة وهذه الرسالة فين غا تكون كيفاش غادي وصلها للإسان ريدا 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 إلا ما كانش إلا ما كانش العبتا ريدا أعطينا البادي للعبت أوكي نقولوا بأن الله ما خلقناش عبتا يعني بدون هدف أعطينا شنو الهدف لا رأى السؤال أخي يقول لي روى إلا كان هناك إله رأى ضروري عندو رسالة ما يمكنش غادي خلقك في حل الحيوان وإلا ما عندك تهدف وأعطاك عقل انت ذا بمسلم ماذا هي الرسالة التي قال لك؟ الرسالة هي العبادة ماذا هي الرسالة التي قال لك؟ ماذا هي الرسالة التي قال لك؟ ماذا هي القيمة دي العبادة؟ دبالله خلقنا العبادة يعني هذه العبادة عندو أحد القيمة الكبيرة ماذا هي قيمة العبادة؟ الفلاح أخو يوم الحساب يوم البعث الفلاح بالنسبة لك أنت كإنسان قيمة العبادة عبادة يعني هذا الشي كله يجزتي في أن العبادة هي حاجة عندها قيمة كبيرة حيث هذا الشي اللي شفنا ضيرا عن العبادة كبير تعني بأن العبادة عندها واحد قيمة كبيرة شنة هي القيمة دي العبادة؟ أنا بالنسبة لي كمسلم كنقول أن قيمة العبادة هي النجاة مثلا يوم البعث والفوز بالجنة هذه ابنسب المسلم دبال وشهد الأمر كيهمك أنت ولا كيهم الله الخالق؟ طبعا كيهم الإنسان المخلوق وش كيهم الله كتر من الإنسان ولا كيهم الإنسان كتر من الله؟ كيهم الإنسان لإنسان المخلوق الدرجة والأراء هذا هو الدور دياله ولكن الله هو اللي در هذا السيناريو كله هو اللي خلقت كله من أجل العبادة أشنا هي دبال قيمة ديال العبادة عند الله عند الخالق؟ وأرى هذا السؤال ما نقدرش نجاوب لي أن الله أرى أرى كتب حلقة تسوى الإله خلقك وعليش خلقتيني وعليش درتي وش فمتيني؟ هو خلق العقل ديالك وخلق بزاف ديالك لا لا هيك نشوف المعادة أنا هيك فاش كتشوف المعادة لا هيك تقول هاد العبادة شي حاجة عند قيمة كبيرة عند الله لدرجة أنه ما قداش يتخلى عليها أش دار خلق واحد واحد روينا ناد وخلق الإنسان والقرى الآدية والجاذبية والطاقة والشمش والروينا نادا هاد شي كله باش نعبدوه إذن العبادة عنده شي حاجة ومقدرش يتخلى عليها يعني هي الهدف دياله من هاد الشي كامل تبوش الدماغ ديالك يستوعب أن الإلغة يدير كل شي هاد الشي باش نعبدوه أخويا بيغلير أنا كمسلم كنشوف أن العبادة الله ما عنده زعمها ما دير هاش لي هو دير الإنسان اللي كيتونجيه هو لا ولكن لوجيك مش كتبليك لوجيك أنها مديورة غير الإنسان كتبليها لوجيك ولكن نشوف أولا مديورة لعند الماء آه أنا كنشوف هاللوجيك إذا لمش إلى آمنت كذلك أنه كين البعث كين واحد اليوم ديال الحساب كتبليها لوجيك الله أولا مستفيد من العبادة ماذا نستفيد نحن من العبادة وماذا يستفيد الله من العبادة أول السؤال بها البساطة أولا مستفيد أنا كنقول المخلوق أخوي الإنسان هو اللي كي يستفيد أما الله إن الله غني عن العالمين أما ممكنش يكون غدي عن العالمين وإلا ما عبتيش غدي يدخل الجهنم وغدي يبقى حرقك أن في نيمو أولا إن دفي نيمو إن دفي نيمو إن دفي نتلي أوكي هذا الشيء ماشي منطقي الأخ راه العبادة بالنسبة لي يكون غير محمد كتب فمن شاء فليؤمن فليؤمن ومن شاء فليكفر وتحيد المنطق دي الجهنم والنار هذا المنطق دي الجهنم والنار منطق تافيه لو لا أنك تعودت عليه كأنه منطق منطقي وعنده قيمة وعنده أسوص صحيحة هذا الشيء اللي كبرت عليه إما فاش كتشوف الدين قد يقول لي ما يمكنش هذا الإله يخلق هذا الشيء ويقول لنا وتكون الفكرة الأساسية فيه هو باش يعرف شكون غادي أمن به وش كين شكون غا يعترف بالوجود دياله وشكون ما غاديش يعترف بالوجود دياله واللي اعترف بالوجود دياله وعرفه بيكون أكي أمن غادي يمشي للجنة وباشي أمن خسين نقول ليه إلا إلا أمنتي بي أنا موجود عافك إلا ما أمن بي أرغا ندلك واحد جنة وعرا وزوينا وفيها البن وفيها العسل وفيها الشراب وفيها النساء وآمن بي وإلا ما أمنتيش بي غادي نشدك وغادي نعد بك وغادي نمحنك وغادي نشعل فيك العافية وغادي ندير لك العدام وغادي نحرقك وغادي نحرقك هاد شي كله من يعلى أنك تآمن بيه واش كدرن هاد شي لوجيك أنه غادي دي هاد شي كله روينا نايدا باش تآمن بيه ويستعمل دي زوتي جهنام والنار والغزو والبلاغة والإعجاز العلمي روينا نايدا لهاد الإنسان هادا باش يآمن أنا كنظن هادا إله ناقص الأخ أنا كنظن ممكنش يكون هادا تفكير دي الإله وهاد السيناريو كله ما كنظنش بأنه سيناريو دي هاد الخالق من جميع منين ما طلت عليك هتلقاه سيناريو من صنع إنسان المشكلة هو ما كانوا عوش ما كانوا عوش بالمعنى ديالشي حويش خيط نفس المفهوم اللي عندنا لهادك الحويش ديما بقى كونستان ما غيرناهش حال فاش كتلوح شي أغنية هديك الأغنية اللوغيجينال هي اللي ديما كتبقى زوينها قدرشي واحد يجي غني لك حبي إيه حسن جيشي واحدة تغني عليك حسن منه مكلتهم ولكن ديما غتبقى مكلتهم إيه أحسن فهمتيني يعني أنك هديك الفكرة اللي خديتي على الدين هي اللي بقعت معاك لحد الآن إذن هنا يا مسألة ديال الإيمان تا فيها للغاية هي أصلا تافية أن واحد الإله يسولك هذا السؤال حيث لا جدوى من السؤال ما غادي تنتافع من نواله ربما غادي تدرك ولكن ما غادي تنتافع من نواله أوكي هدي هي اللولة أن السؤال أن دك الشي اللي ضايع عليه الدين هو أخلقت هذا الإنسان وخصه نشوف واش آمن بي ما عطيته واش حواس الإدراك ما عطيته وحتى شي دليل نان إذن هالشي هذا كيبالي يا فكر تافيه السيناريو تافيه إذن تا علش غادي تقول لي يا أنا صراحة كتحاول تعطي الله وجود وما كتقداش تعطيه وجود حيث وخاك تعطيه وجود كتبقى المشكل ديالله كونتاكت مع الإنسان كيفاش غادي إشنا هو السيناريو اللي غا نعطي الإنسان المؤمن ويآمن به السيناريو فاشل ولكن الموين ديستيريبيسيون ديال هاداك السيناريو هو هم اللي كانوا إفكاس مثلا كيتزاد الولد كيتزاد في عائلة مسلمة كواللي مسلم ما كتصدعش معه راسك وكان شي ديزوتي اللي كيستعملهم الدين باش كيوصل لهدف ديالو وهد ليزوتي اللي استعملتهم شي إيديولوجي أخرى كي نجحوه وهد شي كله كين في الإسلام مثلا لغيبيتيسيون 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 ديما كينا في الدين أنا هاد الإله بغيت نعرفها لاش عنده واحد سبعة ولا ثمانية ديال قصاء الصور اللي ما كيتلعوش ليه في كره خس كتقول لهم ليه في الصباح وخس كتقول لهم ليه في الثناش وخس كتقول لهم ليه معربة ديال العشياء مع الستاديا العشياء مع التسعود دياللي فقط عود لي ديك الكوتار تبتي هذا أبي لهابي مؤتاب هو مريح الفوق وهو اللي يقل لك هاد الهضراء وغادي تجي انت تبقى تعودها ليه النهار كامل 5 times نفس قصة الصوار نفس كتتوضى ونفس كتقول ليه نفس الشيء وديما كتطلب فيه يوميا وش هذا إله هذا هذا إله تافيه تافيه غير حنا تعودنا بأنه هذه هي الصلاة مع ما نفكر نقلنا اوكي أجل نشوفو هاد الصلاة مالا خس كتوضى حزقتي سواتي لحزقتي لحزقتي ذك الشي اللي حزقتي ووري هذا الشي اللي كليتي لحظك لك خيزون سكيلو ديالسادي ومحراشة وكاسي ديالتاي والريبي وبيضة مسلوقة هادك شنا هو ذك ولا واحد الإله خس كتمشي تغسلي لحزقتي خسك يعني فكر بيدائي بالنسبة لي نحن كمجتمع ديال نحن الدين مجرد فكر بيدائي الإنسانية دابا إلا حطيتي الكنسيونس ديال نحن وحطيتي لها هاد هاد السيناريو ديال الدين بدون داك الفيطرة والغارزة والتلقين والانكيوكاسيون داك شي كامل تحيده تحط لي هاد الشي الإنسان يشوف هاد الشي يقول لك هاد الشي مجرد بيدائي وهاد الشي كنشوفه كتشوف بنادم داير مليون ديال الناس كيدوروا على واحد البلعصة لابسين عريانين وكيدوروا قلعوهم دلين كل شي عريان وكيدوروا انت كتشوفه كمسلم كتبالك كتسمى هادك الحج ولكن فاش كنقول لك شي سيناريو نفسه وكنخرجوا من الإسلام كيبالك هادا وتانية إذن هادك شي لك تديروا را وتانية بالنسبة للشعوب راه أي ديان أخرا كتشوف فيكم كتقول هاد الناس هادوا مسطين المسيحيين كيشوفوا فيكم كتبقوا تهربوا لوتما وكتضربوا بالحجر كتقتلوا في الشيطان نرى بالنسبة لي هم لتوما ناس بدائيين بالنسبة لي نحنا الديانات كلها بدائية ولكن ناسي سيخ شي حاجة اللي انديسبونسابل ممكنش تفهم العقل قبل ما تدوز من بدون علم قبل ما تدوز من الأسطورة والبروبابيليتي هالديانات هي البروبابيليتي ما عرفناش باش نايق نالا بوبابيليتي هو أن الله دارها باش يدلينا اوقا ولا اوقا إذا هاد المسألة ديال الدين إلا غادي تسول انت اشنا هو الباديل داب المشكل ديالك مع مرني مع مك عشتي لا ديني باش تعرف بأنك ما غاديش تحتاج الباديل فاش كتكون عندك شي ضغبة في العجينة ما كتحييدش الزغبة وتقول باش غادي نبلاسي هاديك الزغبة باش كيكون عندك الدين في التقافة ديانك ماشي بالضرورة كتقلب على باش غادي تغنبلاسيه إلا إلا كنتك تآمن بهادك الوهم ديال الإنسان كيحس بواحد الفراغ ديك الكدبالي كتبوا علينا كاملين وقالوا النبي أن إنه الإنسان مسلم بالفطرة وإلا ما بقاش مسلم كيحس بواحد الفراغ روحي هذا واحد الوهم من اللي عشناه والحد الآن نس كيسول لك باش غادي أنا نبلاسي إلا جربتي الحياتك لاديني غادي تقول أنا هنا يجو سوي بادي ما محتاش لشي حاجة اوكي إلا هنا اشنا هو المشكل ديالك المشكل ديالك هو كتحكم بأن انت في واحد لا سيتياشن وغادي تمشي لواحد لا سيتياشن بيغ كلا سيتياشن اللي فيها انت كام مسلم يعني فاش غادي تنزل في المستوى ديالك غادي تقلب على شي حاجة باش تطلع على المستوى ديالك إذن إلا كان تفكير ديالك هو هادا إذن خستك تعرف بأن إلا خرجتي من الدين را كتطلع لمستوى ديالك ما كيهبتش فهمتيني وغادي تعرف عشنا هي لا نغم كيفاش الانسان خستو يعيش حيط طالما كتعيش بوح التقافة قريشية إذن انتا كتعيش دون الانسان حيط اوتوماتيكمو الانسانية اللي افانسي عليك انتا إلا انتا كتظن بأن واحد القوة خارقة داخلك في الحياة ديالك وكتراقبك وكتحسبك تخيل واحد الاله اللي كي يضرب إلا سولتك شحال من حزقه حزقتي ما كتعرفه عش ولكن الله كيعرفه هالثمانياد المليار ديال باختكم شو واحد يقوقلي هالثمانياد المليار شحال كي ضربه من حزقه في النهار شوف انه شحال من متر مكعاب ديال الحزق كتخلق الإنسانية وشوفوش هذا الاله حاضي كل شيء هالشي اللي كي حزق ووقت قدره اله تافيه اله تافيه كي يهضر مع الهدهود مع الهدهود وتيقل الهدهود والله لا أعدبنك عدابا اله كيهضر مع الهدهود أش كي يقوليه أشي كي يقوليه بأن المستوى ديال الدين كي عبر على المستوى الحضاري والتقافي والوعي ديال هادوك الناس اللي جمع عندهم الدين مسألتا فيها مسألتا فيها أن واحد الإله غد يبشل عند أي إنسان في هذا الوجود كيف ما بغي يقول لحقا شي لحيتي هاد المسألة ديال الإيمان والتوحيد وذك شي هاد هي الدريعة الوحيدة باش خدامين عباد الله وباش المسلمين والمسيحيين كيكونوا هاد الحصة ديال الناس هاد هلاش حيت كين واحد الفكرة وهي أصلا شنا هو متي حاج كون كي آمن بياش كون ما كي آمن شبية هادي فكرة عبيطة أنا نعظر هادوك الناس اللي دخلت ليهم دماغهم 3000 سنة هادي ودوك اللي دخلت لي دماغهم 2000 سنة هادي ودوك اللي دخلت لي دماغهم وفهموها وبنت ليهم نورمان 1400 سنة هادي ولكن ما عنديش شي عذر لشي ناس كيعيشوا في هاد الوقت اللي كان عيشوا فيه ما عنديش ليه عذر لحقاش الحاجة الوحيدة اللي كانت فارقة هاد الناس هما المعلومة هي المعلومة أنه ما كانش متوفرة للتفنيد هاد الكذيب وهاد ده بالمعلومة ولات متوفرة للجامعة واحد الدري في عمره 8 سنين عنده ليمم ليمم سوخش دام فوغماسيون بحال شي واحد في عمره 18 عام ولأخو في عمره 30 وخمسين وستين وكي يعيش في النجليز ولا في العلمان ولا في الصين ولا في المكان الإنسان إذن هنا ما بقاش عذر أن الإنسان يبقي آمن بأن واحد لا فوغس كتدخل ليه في حياته كتقول لي هكيفاش غادي تجوج وهكيفاش غادي تطلق وهكيفاش غادي تعامل لمراتك وهكيفاش غادي تعامل لولادك أنا كنظن أن الإنسان أسمى من ذلك إذا كان هاد الإله غادي يعطي شي نصائح لشي كائنا تخرى راكين واحد ثمانية لمليون دي اللي زي سباس كيعيشوا معنا إحنا هم آخر باشار غادي يقول لي كيفاش غادي تجوجه كيفاش غادي تطلق وهالمصلحة ديالك بحيل هذا الشي خصنا له الغريزة بحيل هذا الشي البيولوجيا ديالنا ما فيهاش هاد الشي كامل كيفاش غادي تجوج كيفاش غادي تطلق كيفاش غادي تتعامل معه ولكن دي ما كتبقى المسألة هو أن الإنسان كيصحاب راسه خرية كبيرة انتي بشا أقل لك خانا غادي انت ما ميف فغادي نشد راسي وغادي نجمع راسي حيث غادي نبقى نعيش واحد العالم أخر ونفس السيناريو جاء خلقوا على الأدية الإبراهيمية جاء وخلقوا نفس السيناريو وخلق نفس الفكرة كينا والادي فيغونس هي الباكتجين بتلو غير الباكتجين ديال الدين نفس الشي مع المسيحية اليهودية الكعبة هادك شي كولو خرقي إذا الريضة إلا كنت عندك شي حاجة خيبة في شي حاجة كتحيدها بحال شي كونسير والدين الإسلامي بحال واحد الورم بحال كانسر فاش كتحيد الكونسير ما كتقلبش باش غادي تبدله اوكي ويخويا بي ليك عندي سؤال بسيط المشكلات معا تسنى عدبات سنة تسنى المشكلة ده هو شفنا الإسلام وعشنا الإسلام وشفنا النتائج ذي الإسلام يعني كو كنا الوسط ولا فلول ولا فلخر ربما نقوله ما نقضرش نسوله على المسألة هذه ولكن عشنا الإسلام وشفنا النتائج ذي الإسلام وشفناهم على مستوى الفرد وعلى مستوى العائلة وعلى مستوى المدينة وعلى مستوى الدولة وعلى المستوى العربي وعلى المستوى الإسلامي وعلى مستوى الكورة الأرضية كل شيء بلنا وعرفنا بأن الدين الإسلامي هو القاهرنا احنا وقاهر المسيحي قاهران المسيحي يعني هذا الدين ما بقى فيه تشي بلاسة مشرقة لنقوله وربما الأخر إذا ستكون عارف هذا الوقت مشرق في الدين وتقدر تأخذ المايك بعد جاوبنا على هذا السؤال أشنا أول جانب المشرق في الدين أخو داري دا تفضل أخو يا بيالير أنا متفق معك أنا عندي غير واحدة الإشكالية بصيدة هي اللي تنحاول دا بنوصل لك هي أرى المسلم اللي غير يخرج من الدين أو من الديانات كيبقى عنده إشكال ديال الخالق واش خصو يخرج من الديانات ويعتبر أنه ما كنت خالق أبدا أو أنه خصو يعتبر أنه كنت خالق وخالقنا هكا كعبة أنا برد جوج إشكاليات كنحاول نوصل لهم لك غير باش تفاهمني أنا شنو كنقصد غتخرج من الدين بمعنى ما كينش حاجة اسمية الدين ولكيرا كين خالق ولا غادي تعتبرهم بجوج ما كينينش هذا هو السؤال هذا بك تقول أنت كين جوج ديال الحواج لا كينين تلاقتها I don't know ما كان عرفش غادي نعطيك المايكو ياكيو ما كان عرفش je ne sais pas تقلت يا إما كين يا إما ما كين شنو أنا ما عرفش عندك مشكل واش تقدر تقولي أنت آجي أنت علش ما عرفتش ما تقدرش تقولي علش ما عرفتش حيث ما عندكش الجواب لهذا السؤال حيني سيانمو أوكي إذن كينة ديال أنا ما عرفش وانا ما علبة ليش ماشي شغلي أنا جاي كنعيش بحال جاي ككي أي كائن آخر وهنا غادي نرتاحنا ياه ما ديش نبقى نعيش أنا داك الوهم المقرف جاي ننام النار واش الله كين واش ما كينش واش كنأم هدك شي كله ما عندي ما ندير به وماشي مسؤول أنا باش نعرفش كونه هو ها أنا مسؤول على الطاقة وكيفاش كنبدر الطاقة كان شي كنأكل كنشرب كنت هلا في الصحة ديالي باش نعيش ستنساخ كل في فيغمي أوكي خد أخوياك يويت فضل خد المايك شكرا لأنا بغيت نجاوب هذا السؤال ديال ديال الأخريضة وهذا واحد السؤال اللي هو كيحمل فيه في طياته الإجابة هدي كتسمى loaded question ولو كتسمى leading question يعني اللي كيطرح السؤال هو كيفتارض أن كينت جاوب تماما وكيبغي يقيدك باش وصل للجاوب ديال الخالق ريثاريكو ها ريثاريكو ولا ريثاريكو ولا سورته سورته leading question في المحاكم في أمريكا كتسمى leading question of civil procedure anyway دابا هالقضية ديال الخالق من كان عرفوها من نجاية السنسورة راسنا من نجاية مسألة ديال الخالق جاية من الأديان من حضارات قديمة اللي كانت فيها أديان تافيها كما قال الأخ بيان لير وكان عرفو الأصل ديالها دابا مليا كيجي عنديش يحدو كيقولي يا كاين واحد السيد كي تسمى البابا نويل ولا السانتا كلاوز أنا ما غديش نقوله ما عرفش واش كاين ولا ما كينش سانتا كلاوز ما غديش قاعد تندخل ليه في المواصفات اللي عاد سانتا كلاوز المواصفات ديالو كالتناقض وما يمكنش يكون هو سانتا كلاوز بهاد المواصفات يعني ما كينش نو تنقول ليه أنا السانتا كلاوز ما كينش وانا متأكد أي واحد فيكم هنا إلا سولتو واش كتآمنوا بالبابا نويل كلكم غدي تقولوا اللق غدي تكون عندكم مواصفات ديالو ما كينش سانتا كلاوز علاش كنعرفوه منين جاي كنعرفوه القصة منين جاية أما الإنسان اللي تيكون عنده الدين وتيكبر في الخرافة هاديك الخرافة كتعمر له راسه يعني بالكذوب على حساب العامر على حساب العلم تجريبي العلم التجريبي ما تيقولش لنا الخالق ما كينش شي حاجة سميته الخالق في العلم التجريبي العلم التجريبي تيقول لنا كين التطور وذك شي اللي كنعرفو حاليا الكون ديالنا أنه كله تطور كين تطور في البيولوجيا متباتة كين تطور في جيولوجيا ديال الأرض متباتة وكين تطور ديال هات الزلازيل والباراكين وذك شي كله تطور وكان تطور في علم الفلك كان عارفو المجموعة الشمسية كيفاش تكونات والأرض والقامار كل شيء كان عارفوه كان عارفوه كل شيء كان عارفوه شيء حويج ولكن كان أمور ما زال ما وصلش لها العلم الحديث علاش لأننا جينا احنا يا في واحد المرحلة متأخرا من الكون الكون قديم بزاف ما يمكنش أنت تجي وتفرج في واحد الماتش ونت جيتي تل الدقيقة ما عارفش أنا عشرين دي الأشوات الإضافية وخاصك تعرفش نوقع في البريمير ميتان ودوزيين ميتان غادي تفهم شوية تقول لنا في الأشوات الإضافية يعني هدو ورا هم تعادلوا داروا تعادلوا ورا نكال لعبوه في واحد الفينال غا تفهم شيء حاجة ولكن ما غا تفهمش كل شيء دونك ما غا تفهمش بالضبط الأصل دي الكون ماشي بالضرورة الباشر غادي يفهم اليوم ما كانش حويش كان عارفوهم العلم التجريبي الي خدامين به تطوب لنا هاد السمارتفون ودار لنا الكلاب هاوس كانت يقوا في العلم التجريبي دونك ملي كانت يقوا في العلم التجريبي خاصة ناخدوه بالمنهجية دياله والمنهجية دياله تتقول لنا بأنه مكنش شيء حاجة فيها الخلق كنظن هذا هو الجواب على السؤال ديالك الأخ ريدا فكرة الخلق فكرة غالطة جاية من الأديان وجاية من فكرة أنه إلا غادي نشوفها فلسفيا ومنطقيا أنه جاية من البعرة تدل على البعير والأطر يدل على المسير يعني إلا غادي تقول خاصة يكون واحد الخالق أنا غادي لسقك غادي لسقك حتى تعطيني شكونا ولا يخلق الخالق وإلا غا تحيي لدي الفكرة خاصة تسحبها المهم هادي فكرة غالطة وهذا سؤال غالط والناس اللي ما تلوتوش تلوتوش لهم دماغ ديالهم اللي كانوا صغار بالدين ما كيطبع سؤال أصلا وهادي من المخلفات ديال الدين ومن اللي سيكل ديال الدين بحالة من اللي تخرج من الحرب كيبقوا فيك بزاف ديال اللي سيكل هادي وحدة منهم خذ المايك يا ريدا عقب عليك سوبر خذ المايك شكرا الأخ النوم الإخوان أنا جديد صراحة في هذا الروم وحد الصادق والراهلي البارح شو الطمس قال لي يا راكين وحد الإخوان وحد الروم في كلوب هالس صرت قدرت تفهم مع دخلت وسمعت الحوار والنقاش بين الرافق ريدا وشي إخوان وكانت عنده واحد البسيان تيرفونسي في واحد الوقت ديال زعم ره ماشي الإشكال أنك تآمن بوحد الحال ولا تآمن بطاقة ولا تآمن بإله ما عندناش إشكال الإشكال هو أنك تكون عبد وتخضع الناس يكونوا بحالك هذا هو الإشكال والحاجة الأخرى اللي كنشوفها أنا بحالك الإنسان كيقدر إنسب أفكار دياله ومعتقداته والحساب العيشة دياله الإنسانية في الوجود هو واحد الإله اللي خارجي على المنطقة الفيزياء والأبعاد دياله أنت فيك تقول لي ما يمكنش يخلقنا الإله هكاك إلا وخصنا نعبده باش من ذلك كنت معاه ما كنتش معاه شكو نقال لك حنا تجربة شكو نقال لك حيث شي حاجة خارجي على الأبعاد والمنطق ديالنا والعقل كيفاش أنت كتنسبها بفكر ديالك وكتحطها وكتأكدها وكتعطها برا حقيقة ويخارجي على المنطق ويخارجي على الوجود ديالك فهمت والقضية ديال سميته كانت عندي فكرة ما حربت لي القضية ديال أن الإله ممكن تخلقها تشيئة بأثن وهذا وهذا الشعور المجانية اللي كانت شوفه ديال إنسان كتتخلقها وجه ديال الموت وذلك البروغرام البروغرام ديال الحرية أنك تآمل ولم تآمن ترد اللي بغيتي وإذا كان عطينا هذه الحرية نديروا اللي بغينا ونديروا ما لماذا سيعدبنا في الأخر ولكن سأقول لك مثال صنعتها دمية خشبية أو لا أعرف كيفما كانت وفي أحد الكلوم اللور تبقى تدور فيه أنت ما دورته مزيان يعني بينما لا تنسى على جديها مزيان وفيما لا تنسى على جديها مزيان تبقى تتضرب فيها أنت اكتعار أصلاً من الأول عندك خسياتي أنت حمار في أنت تلك لوجست يدين مكبرهوش وبين عسكو مبرهوش ممكن يكون شيء بروش دير الشيء الإله كيل عبينا كدير فينا السحر ولا كدير فينا على حساب الشور والله لا ممكن نشوف الشور المجان يا واتش سمح ليا خاطعتك أخويا سوبر يعني أنت كتأمن أنه مكين إله مكين خالق أصلا ممكن أن أفكر أنا لا أدري ما عرفت شيء خارج على الفكر خارج ما قال يكون ولا ما يكون أنا جاء الوجود سمح لي انسو افتراض إلا كان افتراض إلا كان يقدر إلا كان ضروري سي عنده رسالة ولا ماشي بالضرورة سيكون رسالة ماشي أنا نفتراض مثلا هذا إله يريد رسالة يوصل إلى شيء هذا الزمن كامل لم تقل لي لا يقل أنت لا يقوم الساعة أو يأتي حاسب أو يبان يريد يطول و أعطي بعدها دليل أعطي البيان للإنسان الوجود بصفة عامة مش يعمل مثل مين وحد الآن وفي أي زمن سيكون بيان الرسالة إلهية واضحة هذه كان مهتم بالعبادة ديال لك الخلق ديال ولكن في قام يجي يطلع رب نحن اللي عنده وزيد لم قترب كوز يلا يعني شيء اللي خارج على العقل ديال ممكن نصنف ها أخص شيء ديال إحنا كنا يشو أحرار بوحد السيستيم ديال الحياة فهمنا شيء حواج في الحياة عدنا قوانين عدنا قوانين عدنا عدنا وغذين نمشون بعد قوانين الموت قوانين حقيقة شيء ما بعد الموت ما ناتش واحد ملا قبر ولا ملا الموت وقال لنا شيء حاجة ضونك عايش واحد السيستيم اللي إنساني كل شيء يموت ويصاب بالحياة والحياة فتل أشجار يموت وكل شيء يموت يعني إحنا غذين نموت معنى سيش فكرة ما وراء الموت ولا المستقبل فهمتيني هذه واحد مداخل وصافي وأفكار شارك سماء أخو أرأيكم يحترم أخويا سوبر نتا لا أدري يعني كما قلت ما عرفش ورأيكم يحترم أما بنسبة لأخ اللي تكلم قبيلا كيو تا هو كان احترم الرأي ديال وغير ان هذا القضية الخالق مقنسول من خلق الخالق هي أصلا اللوجيك ما ما كان لدي كما قلت الإشكال اللي عندي هي بصراحة يعني كندون والله أعلم أنه رأيك كان بزاف ديال الأسئلة والمشاكل خرجتي من دين غطح فيهم أم أنت بوجود خالق بدون دين غطح فيهم أم أن ما كين خالق غطح فيهم كان إشكالات عميقة عميقة جدا أنا كنشوف هاك والله أعلم عوت والواحد كيف كيشوف من المنظور ديال ومن المنطق الخاص ديال أدب المشكيل ما شي هو الدين المشكيل هو الأهمية اللي عطينا لها الدين عطينا للدين كتر من ذاك شي لك يستهل في الحياة دي عنه الدين هو واحد الفكرة كين ما كين وإلا كان واحد دين كيكون واحد دين معتدي بحل مسيحية دين معتدي مثلا الحياة دي الإنسان المسيحي عادية نهار لحد كين يصلي ودك شي قيد دخش لي بزاق في الزواج وكيف يبرق الورا تدي وكيف عش يتعامل مع ولاده ما كيبقاش لاصق فيه في الصباح وفي 12 والإله دي ما خصو لي عبدو النهار كامل نهار 2 و3 و4 و5 والإله من صنع الإنسان الإنسان هو صنع الإله حيث الطلاب كيخلق العرض شي لاش كنقوله بأن الإله صنع الإنسان الإنسان تسول هذا السؤال حيث تخصي سول هذا السؤال شك كلي خلقه أشن دار خلق الطلاب ناس جاءوا قالوا كين الطلاب إذا نخصي كون العرض تبتت تبتت واحد ما أمره ما تقل لنا شق عف أش كيم موت آخر إنسان الإنسان ما ما مقدرش استوعب الفكرة دي العدم حتى هو كيعرف غير الحياة والحاجة اللي كتكون بوحدة ممكن شتحكم عليها دابا الإنسان ما مجرر العدم ما قدرش يستوعبه وجوش ناس وعودوا خلقه لنا الحياة من جديد علاش حيث ما يعرفوش اشنا هو العدم فعلا ولات عن نجلنا فيها البن فيها العسل ولكن مع نجل مهل وعودوا خلقه لنا واحد الواقع طيب قل لديك ما احنا بغينا حياة بعد الموت وحياة بعد الموت كين العدم بعد الموت حياة بعد الموت ناكزيست با لكين هو العدم تعد بك تخمن في عقلك وك تخمن في العدم فش كتتستعمل عقلك في العدم يعني ما غادي توصلك تشي فكرة النن تشي فكرة ما غادي تقدر تصوبها العادة حيث الفكر ديالك مبني على واحد تاريخ مبني على ذكريات مبني على معلومات ولكن هاد الشي كله ما كي نفعكش في العادة إذن عندك حل واحد بغيت يتخلق واحد حياة بعد الموت تحيد العدم وتبلاصي بحياة بعد الموت وفاش كتسميه حياة بعد الموت يعني انت إعادة صناعة الحياة إعادة خلق الحياة فشكوني دار هاد الشي دار تولاد وموند وهذه طبيعة الإنسان يعني الدين ديما جبشي فرق ما بين الخير والشر أوكي الإنسان ديما كيعرف هذي كيعرفها الإنسان كيعرف شنه هو الخير وشنه هو الشر غير إن فوق يعود لما جو غيت يدي للناس كيدي والشر كيعود شقر هو الخير يعني كل شي نسبي إذن فاش عفنا الخير والشر قلنا أوكي الخير والشر هذا معياز وين باش يكون واحد الإله أنه واحد الإنسان كيدي الخير وكيكون مطيع للأوامر هذا الإنسان هذا غادي هو اللي غايمشي للجنة وخلقنا ذاك الله بوزيتيف جو قال لك أوكي وهذه الناس هذو ما كيعجبهم الشر ما كيعجبهم الصرقة ما كيعجبهم شهد شي إذن سنخلقوا لهم إله لكي فرق ما بين الخير والشر ما بين الفرق ما بين الخير والشر جابوا قالوا أوكي غادي نخلقوا واحد السيناريو دي للجنة والنار ذاتي الخير غاتمشي للجنة ذاتي الشر غادي تمشي للنار جاوا الواحد المعضلة هو الشر ما يمكنش يجي من الله إذن الشر ما يمكنش يجي من الله قلبوا له شي تخرجه غادي نصنعوا واحد الكائن سميته الشيطان مكي وهذا الشي كله فاش كدوكت قلبوكت القراسك لغوبروديكسيون ديال الحياة كتخلقوا واحد الحياة بالمعايير ديالها بدك تنافس والصراع اللي فيها وكتعود كتتعطيين غوبروديكسيون كتخلق لنا إذن شكون يخلق هنا يا الله الله خلقوا الإنسان السيناريو كله من صناعة إنسان لأنه لا يسمو أن يكون شي حاجة ديفين الحاجة اللي ديفين هي أنه الإنسان كيجي وكيعيش بحل أي كائن آخر لا يختلف الإنسان لما نخرجه شي من النصاق دياله الإنسان كيشبه الدبانة كيشبه النموسة كيشبه الحمار كيشبه الكلب كيشبه الجاتومة كيشبه الحوتة كيشبه أي حاجة نحن نتعلم عن ديناصورات الوقت غادي إذن هنا إنفوا غادي نفهموا هذه القضية الطاقات اللي كنضيعوا على هذا السؤال واش الله كينوا لما كينش غادي عدوا طاقات كنستعفدوا منها بحال حنا دابا في المغرب شوفوا شحال ديال الحويج كندلهم لله وشدادوا كل الحويج ودلهم واحد ترادكسيون المصلحة إنسانية الجوامع مصلحة إنسانية تعليم يكون فيه مصلحة الإنسان مصلحة الإنسان ديالسا غادي نكونوا تفوقنا إذن كنضيعوا واحدة بزافة ديال اللي نعجي على واحد الحاجة احنا اللي خلقناها مش إحنا خلقناها ولكن كتخدموا المصلحة ديال بزافة ديال الناس متى خلقتي لادوموند اوكي أنا غادي نحط لك مسجد ولا غادي نحط لك نيسان وقا نعرفوا بأن كلهم عايشين في أبور في العالم كامل تقريباً هما البنايات الوحيدة لكي نفهد الوجود والناس خدامين فابور غير المساعدات أي بلاسة مش إتفاقة تلقى بأن الإنسان كيخسر فلوسهما كياخد والأمك وتخطاقتي كياخد لادرة سخونا وهذه هي الفكرة ديال الدين إذن الدين هنالي خلقنا هاد الإله لكي على السوال تكاريدا إلى الدين الدين شي حاجة خاصة بك انتا المشكلة ديالكم هو كدخلوا فيها واحد لقوة آخرى خارقة يعني انتك تخلق هكتور اللي إن أوبليغاسيون إن فو غادي تعرف بأن الدين شي حاجة ديالك انتا لفكر ديالك انتا تالي طرحتي هاد السؤال هاد الإله ربما انتا أصلا بالكورة الأرضية ديالك وبالمجموعة الشمسية ديالك وبالغالاكسي ديالك ربما انتمع لا بالوش إلا كان عنده وجود اوكي إذن الدين شي حاجة انتا ليصنعتها هذيك العلاقة اللي عندك ماشي علاقة متوية غاسي بغوك ما بينكو بالإله هو هادر معاك هو هادر معاك وانتا هادر معاك انتا كتعبدو وهو أمر كتعبدو نو انتا لي كتعبدو ما فيها شهو ما دخل شهو في الفورميلا باتاتا لا قاش الفكرة الفكرة من صناعة الإنسان اوكي إلا من صناعة الإنسان إذن هذا الدستيني ديال هذه الصناعة هذه أنها غا يبقى عندها علاقة مع الإنسان ما شي حيث انتا سولتي هاد السؤال وخلقتي واحد السيناريو إذن واحد الإله تأوت تفق معاك في الفكرة ديالك نو انتا خلقتي السيناريو خلقتي الجنة والشيطان وجهنم والروينا وداتي الأنبياء وقاعدك شي داتي كله هدك شي كله من صناعة الإنسان لا علاقة بالخالق به وحد الخالق هدك شي لمبنع لي هاد السيناريو هاد ديالأنبياء والمسيحية والياهودية وإسلام ويعقوب وإبراهيم وآدم وداتي الروينا كاملة هاد كله سيناريو صناعة إنتا إذن انتا الوحيد اللي مسؤول عليه أوكي هادي هي هاد هو اللي بغيتي تفهم أشنا هو الدين بغيتي يكون عندك واحد دين زوين غادي تحيد هادك لوبليغاسيون اللي عندك لحقاش إن فكتعود اوبليغاسيون إذن كتخلق واحد الكائن وهمي لي خلق ليك مشكيل في حياتك حيلا مريح وكي بلك كتحس بشي واحد حاضي كمان شي شرجام ولا شي حار كتمرد ما كتقدرش نفس الشيء أوقع لنا في الحياة جينا نعيش وقالونا واحد خي نرى الحزقة ديالك كيعرفك أش كتأكل واش كتشرب وما من دابة ولا ز حبة خردال وإلا الله يعلمها وذي كروينا تولينا كنعيش سكيزوفرينيك بنادم دير معيش وكيصحاب شي واحد كيهتم لي بالحزقة دياله إنتا حزق ولا إنتخرة ولا إنتبال ولا لاش حيت دخلنا واحد الإله ودخلناه بواحد لفوس ولا داخلنا في الحياة ديالنا دخل هو ودخل الشيطان دياله والملائكة دياله والجنون دياله والعين دياله والقادار والقادع وقعدي كرويناتك تخلق لك واحد إنسان مريض الحياة ما كتطلبش قاعد الشي دك الشيطان اللي كتطلب الحياة ترا هو الواقع اللي كتعيشه الحاجة اللي ما كتعيشها شرا أنت تتوني با في باش انت تخسر الطاقة ديالك شي حاجة من غير الحواج اللي ضروريين عندك بحال لك وخيمة ديالك كنش غادي تاكل كتر من دك الشي اللي غادي تاكل هلاش حين تتوني بروغرامي تشبع نفس الشي فاش كنجيول هاد الوجود الوجود اللي دك الشي اللي فيه كافي يعني الطاقات ديالنا والبعد الفكري ديالنا وقع ديالك الجينيوس اللي فينا باش نعيشه نعيشه بسعادة ودك شي إلي كالكوليك جيتي لهاد الوجود الواقعي هالطاقة اللي خصتك لهاد الوجود الواقعي هال اللي زوتية اللي خصتك لهاد الوجود الواقعي يعني إلي جيتي لهاد الوجود الواقعي وشدتي أن برسنتاج ديال هادك اللي زوتية ودك الطاقة واستعملتيه في شي حاجة اللي خاجع للواقع ديالك إذن هادا ويست بطماتيك مول لكاليتي ديال الحياة اللي غادي تعيش غادي تكون أقل مدخولاً ولا فائدةً على الحياة ديالك. هذا هو المنطق. أشنا هو الحل أنت خلق هذا الإله؟ ما كناش واحد لوبليغاسيو. إن فهو غادي تخلق أنت عفتي رأسك بأنك أنت أولا خلقتي الإله. رأت واحد ما سولك وش كير واحد الخالق ولو ما خالق. رأي أنت لي سولت رأسك. هدي فلوكفش كتكون كتخاطب الإنسان. أنت كإنسان هو اللي يسولت رأسك وش كين واحد الإله ولا ما كينش واحد الإله. أوكي. إذا نخصك واحد لفوص باش بنادم يآمن بهذه الفكرة. دخلت الإله. قلت يراه الإله هو اللي طلب مننا هذا هو المتحام. هو نجاوبه على هذا السؤال. شكونا هو هاد الإله؟ هل هناك إله كين ولا ما كينش شكونا هو هاد الإله؟ هذا هو السؤال على ش مبني هاد الوجود كامل. إحنا هم اللي خلقنا هاد السؤال. إذن إن فوا غادي تفهم أشنا هو الدين هو العلاقة ديالك غادي ترتاح. الدين غادي أرجع لديك لديفينيسيون دياله في الانتروبولوجي. باقي نحن كمسلمين خاجين عليها. أولا كأديان إبراهيمية ككل. أوكي. باقي نحن ما داخليش مع العلم. كنت أفقم على العلم في المات في الفيزيك في سيونس تاريخ جغرافيين الفلسفة التكنولوجي الأسترونومي. أي حاجة كنت أفقم على العلم. ولكن فاش كنجيو لديفينيسيون ديال الدين في العلم ديال الانتروبولوجي. لديفينيسيون اللي عندك تختلف على ذلك الشيء كنت أعطينا علم الأنتروبولوجي عن التروبولوجيك يقول لنا بأن الدين فرع من التقافة. أوكي. إحنا شديناها وجعناه. تقافة فرع من الدين. إذن هنايا كنا نرجع لفكرة الأساسية هو إحنا ما فاهمين في شو الدين. ما كتجيش تعيش للدين. أوكي. الدين هو واحد لكيسيون عند الإنسانية كاملة. كل واحد كي عبر عليها بطريقة دياله. كيسيون ديال أشغل يوقع في أشغل يلموته. كلها وكي ديال طريقة باش بغى يموت طبقا للفكرة دياله. كي يبني واحد الجواب كيف غادي يموت. كيف غادي. صافي. ما تجيش بلفكرة ديال واحد ديال الله. خلقني وقالي ياها كيفاش خستك تعيش. من أتي الزيد. ها كيفاش غادي تجوج كيفاش. كيف Case قال لكم محمد جوجه. ها كيفاش غادي تطلق كيفاش. كيف حسناBE محمد قال لكم؟ ها كيفاش غادي نفرق الوات ديالي. كيفاش كيف محمد قليكم يعني الله ولا داخل باش يبني لك تقافة يعني انت واحد الانسان غير قادر انك تبني تقافة يعشنا هي تقافة هي واحد المجموعة ديال الناس ولو كيعيشوا مجموعين اذا كل واحد خصي يضحي بالحرية دياله وكل واحد غادي يكون عنده ديزوبليغاسيون ديزوبليغاسيون اذا دغوة علاش حيث كتعيش في مجتمع حيث ما موقديش كتعيش بوحدك فاش كنتي كتعيش بوحدك مخسك لا قانون لا تضحية لا ديزوبليغاسيون لا ديزوبليغاسيون لدي دغوة نو ما عندك تشي حاجة صوفي او كيتجمعوا الناس لقاووا الزراعة بدأوا كيزرعوا بدأوا كيجمعوا الحوال لا اذا بدأوا الناس كيتجمعوا ما بقاوش كيتمشي ويصيدوا ديشي منين تجمعوا جاوا شوفوا القاو قالوا ممكن شنا نعيشوا ما عندناش قوانين كيفاش غادي نتعاملوا علاش حيث كنعيش في مجتمع فاش كتعيش في مجتمع اذا خصك تقنن اشنا هو التقنين هو خصك الضحي بالحرية ديالك اش داروا بنوا وصوص ديال المجتمع شي حاجة غي نغمال شي حاجة كيديروها الحيوانات كاملين قال الحيوانات المجتمعية كلها بهالطريقة كيمشيوا كلهم كيمشيوا كيمشي عن حل كتلقاه دير النمل ديرها القرودة ديرها السبوعة ديرها الحوت ديرها الفراخ ديرها شي حاجة لنغمال ما كتطلبش شي حاجة اشنو كتنين مجتمع كتشوف كتبقى مريح وكتلقى واحد الحاجة ضرورية انا مايمكنش يكون عندي هاد المشكلة مبرزتني خصني نقل لقى لي واحد الحل كنديلي واحد القانون شي حاجة لك تفرضها عليك الاجزيستانس ديالك اوكي كيف ما كتعيش يوميا وش يوميا خصك آية ما نسمع اش غادي تدير كتنون بسباحة كتعرف خصك تدير هذه خصك تدير هذه وطيب هذه وصير خدم هنا هادي شي قد هادي شي صوب هادي شي خدم فلان شي صوب هادي طلع عنا الدنيا كتعيشو هيك تقول لك اش غادي تديري يوميا كوكنا احنا غادي نقولو كيفاش غادي نخلقو كيفاش نعيشو كونا احنا ننطحونا من الول اشنا هو هذا بناء مجتمع وهذا هو اللي جاء الاسلام بغا يقول لنا الاسلام كي يقول لنا انتم كإنسان غير قادر على بناء مجتمع مجتمع اللي هو فيه مصلحة ديالك ان الاله هو اللي كان عرف المصلحة ديالك لدرجة انه دخلك يقول لك اش غادي تاكله واش غادي تشرب كيفاش غادي التعامل مع العائلة ديالك يقلب عن المصلحة ديال الانسان المصلحة ديالانسان الانسان كيعرف المصلحة دياله المصلحة ديالانسان كيعرفها منذ ملايين الصينين والبروسيس يسخدام باش يعرف الانسان المصلحة دياله كيفاش كينا ما غاديش تسنى واحد الإله يجيب لك آية من السما بإبني لك مجتمع أولي يعلمك كيفاش تعيش كإنسان واش أنت محتاج شي واحد يقول لك كيفاش غادي تعيش انت راه ملايين سنين وانت كتقد باش تجي تعيش في هذا المجتمع nothing تشي حاجة ما جات بالصدفة كل حاجة فيك إلا وعنده واحد ضرورة ضرورة علاش حيث هذهك الضرورة هي علاش كيتوقف نجاح ديالك كيجي واحد الإله تيقول لك لا انت را ما كتعرفش المصلحة ديالك أنا غادي نورك كيفاش غادي تعامل مع مرتك أنا غادي نورك كيفاش غادي تبددي التناسل بحيل هذا الإفوليسيون ماذا تشي حاجة فينا كيجي واحد إله ديال الإسلام تيقول لك أجي نعلمكم اشنا هو التناسل جينا نقلبون قينا بنادهم كي سحب التناسل هو النكاح زي ما محمد كان كي يعرف أن الهدف هو ديال الجنس هو التناسل كي انتشي حاجة كي تدل في الإسلام أن الهدف هو التناسل كل شي كيدل أنه لده صافي مش تيقول لها في الإسلام متعة فما استمتعتم به منهن فأتوهن وزوروهن مش كيتمشي للجنة ثانية لمتعة كل شي ضير على المتعة الناس باقيين هالإخوة الناس راي عايشين في القياطن أرى ما يمكنش غادي يكون فيلسوف حيث الفيلسوفتها كي يشبع كي يشبع كي يشبع مزيان عاد كي يريح يخمم راب فاش كي يكون دارك الزعلة لا تسرى منك تقداش تخمه إذن هذا هو الخطأ ديالنا بشي نجبنا الخرى ديال الفكر الإنساني شديناه وبنينا عليه مجتمع كامل وكن أعتقده بأن نحن را عندنا بنينا مجتمع راقي الإنسانية ما قادراش تبني مجتمع كيفاش تتعامل مع عمرتك الإنسان ما قادراش شنا كنبغي هاك تبغيني بناتنا واحد الحب واحد تضحية واحد الاحترام هذاك شي ما كافيش قصي جيش ما كريف من قريش يقولوا لينا هاكي فاش غا تتعامل مع عمرتكم هذه هي العائلة الميتالية مثلا محمد مزوجة سعودية العيالات وجاينتك يقول لك أجي نورك كيفاش غا تتتعامل معها تا عندك تسعود ديال العيالات بحيلة شديتي شي بيضوفيل ودخلتي لشي مدراسة ديال الدراري الصغار كيقري فيها وصوته في لا سيست الوقت ديال لا سيست كيكون حاضير نفس الشيء فاش كتدخل الإسلام للتقافة ديالك نفس الانالوجي ما كنجوش كنقولوا حنا الإسلام هو بمثابة كونصير تقافي عندنا في تقافة ما كنقولوا هاش من فراغ را الله ما كيبنيش لك تقافة هادي واحد هادي من بزاف ديال الحويج لي ما كيديش لها اوكي كنجوش يبنيك تقافة هلاش غادي بنيلك تقافة هلاش غادي يقول كيفاش غادي تجوش واي واش تزواج شي حاجة لإخوان صعيبة والزواج شي حاجة لك تقلب عليها ولا هي اللي كتقلب عليك هي اللي كتقلب عليك كيفاش غادي تبني العائلة ديالك هي اللي كتقلب عليك امتا غادي تفق بالصباح واش غادي تخرج اللي ما غاديش تخرج انتاتوية بروغرامي باش تجي لهاد الوجود وغادي تتصرف كيف ما كيتصرفوا لجميع الكائنات الحية وكي تجي كتختانم الفرص جاية من الغاني ما بايدوه اغتنام الفرصة غايتعودنا عليها وليكن هي في الحقيقة فيها الاغتنام الشعب يغتنموا الفرصة واشي اللي كتجي نديره كنعيشوا على النقص ديالنا النقص ديال إنسان الآخر إنسان الآخر جيعان عنده نقص إذا نخصوا البطاطا نقص نزرع للبطاطا يأكل البطاطا نفس القاعدة غادي في العالم كله Big fish is the smooth fish حوتر كبيرة كتأكل صغيرة هادشي كوله خدام احنا دلنا مجتمعات قلنا اوكي ما يمكنش بحالنا بحال دوك الناس را كتلقادي نما خمسالاف سر ديالنا غاديتا واحدة ما كتضرب في القوة كتضرب دورا كتضرب لك واحد اليوتان كتقول او كيفاش هاد ولا هاد الفراخ ولا كتش ديالنا مليار طايرين في اسمه غير باش نقوله بان كل واحد عندو ديدون في الدومين دياله نفس الشيء اللي انسان تاوره عندو ما كيتسناش واحد القوة خارقة ان هاد المسألة ديال واحد الاله غاديت خلينا في الحياة ديالنا باي حاجة كيف ما بغي يكون نواها كتبالية ما بقاش عندها واحد المنطق ما بقاش عندها واحد اي تخريجة انه واحد الاله دار واحد زلزال ولا حل واحد الباب ولا دار يعني شي حاجة كنظن باش يكون واحد انسان كي امن بان واحد القوة خارقة حاضية ولكي اطلب منه شي حاجة ولكي اهمها اشدتي في حياتك ولكي بلي شي من لغباء بصراحة الانسان المؤمن ما شيدك الايمان كنعرفو ناس مؤمنين الاخوان كنعرفو ناس مؤمنين كي امنوا بوحد القوة خارقة ولكن كل نهار كيخرج الماكلة ديال لمشاش والكلاب كيبقى يدور في الدروبة كيوكلم شاش والكلاب ولكيخرج الزوان كيبقى يوكلم الحمام والفراخ اللي كينين في الدرب ولكي اشطاب دياله كينشي اشطاب الدرب دياله هادوشي ناس يكونوا مؤمنين ولا كيمشين هاججما كيقلب علىها ولا نهار لحد ولا كيقلب على الناس اللي في صبطارات ما عندهم يا كينشي ناس مؤمنين بهالطريق هذي كينمشي مؤمن هي خسني والله خسو يعطيني وانا خايف منه لي دليا وانا خايف منه لي هدي واخصني ندير هدي حيث الله قالها لي واخصني ما نديرthree شهاده كуда الله قال ما قدر لي��은cht اشكت عال الهي الواقليا دِكالي شد الإنسان وطبق عليه الإسلام غايقول لك اللا شو من الطبق الإنسان الإسلام فيبخ قتاب oversized إخول صوم لي يعناو عاطشلي يعناو دبحلي حولي قدرب لي اغلق indie الباح الحجر ايطال الهي لسواتي يقول لك الدينة درعا ماشي تلعا بل ينعق سفي البناء خصوش بي يلا راس الحنوتي ودعوها الدينة لبغي تشوفوا لغيالي تدي را ما كينش را ما كينش را ما كينش هذاش الإخوان را ما شاط را إذا كدن الله كيقولوا هذه إلا أنت كتهدر مع الله كتسمى عبادك وإلا الله كيهدر معك كتسمى جنون كتسمى أنت تستيطي أن الله غادي يقول لك ديرو لما تدير شو هل يغادي تديرو أنا بغيت نفهم علاش هذه القضية هذه خيبة أنها صعيبة نعرفه أشخصنا نديرو أشخصنا نديرو علاش الصعيبة ما تديرش الحاجة اللي ما تقدرش تديرها ما تقدرش الطائر ما تقدرش تمشي فوق الماء ما تقديرهمش حل ما تقدرش تكدر تقدرش تسرق تسرق يدي وكل حبس ما تقدر Dudabook ما تقدرش تقدر ما تقدرش تقدر كذبت wound لا تقدر Yoga ما تقدرش تıyorsun ما تقدرش تسرق حيث لا تسرق كتتخاف كتتحطسك في واحد الموقف وإذا سرقتي وحصلتي كتتحشم يعني هي بروغرامي من طرف البيئة ديانك إذا كانت البيئة ديانك فيها الكذوب يحشمه إذا أنت أنت ستحشم ولكن ما يجيش واحد الاله يقولك ما تكذبش كيفاش هوا حيث ما فيش المصلحة دياننا حيث ما ممكنش نعالج واحد المشكلة ما يعطناش الحقيقة لها ذاك المشكلة كيف ما يبغي يكون نوعه ذاك شعر لاش فاش كيتمشي عن طبيب تعطيك واحد الكاس يقولك بول في هذا الكاس لكنك واحد تقبص صبعك يقولك يعطيني الدم نقلب لك الدم لماذا يتبغي يحل واحد المشكلة إذا نحتاجوا يعرف الحقيقة المطلقة قدية لها ذاك المشكلة يعني مسألة الكذيب ماشي شي شي حاجة لله تيقول لنا ما تكذبوكش يعني شي حاجة ناس يساغ في الحياة ديانك فشي لاش مسألة ناس يساغ لا يمكنش واحد الإلهي القول سوف نعرفهم واذا يجب لنا الإسلام شيء ما تختلفه ذاك الشيء لناس يساخ في الحياة دينا ما جبهاش ولكن فاش كنقلبولو تخكوتي كنقولو أوكاي شيء حاجة ناس يساخ في الحياة دينا ولكن الإسلام ما دارهاش احنا كنخافوا من الغزو كل شيء شعوب كتخاف من الغزو كتسمى الغزو والاستعمار ما مكانش الديفيرانس ما بين الاستعمار والغزو غير ما عرفش عناش انا يكن حاولونا هو في الحقيقة فاش كتقول الغزو ويا فاش كتدي واحد المساحة كبيرة يكن الغزو هو اشنا هو الغزو؟ الغزو هو الاكتساح وليش عايز بحقه اذا اشنا هو الإسلام؟ الإسلام هو الحوج اللي فيه زوينين عند الإنسانية دو ناتيخ والإنسانية ما عندهاش انشوا الحوج اللي فيه زوينين انتهى الله فباكمك مخصكش لا آية من السماء علاش حي تباكمك ومالي ولدوك ما تنعشت مع أختك؟ وفكورس ما غادش تنعس مع أختك علاش حي تتعيش مع أختك في بيت واحد تشوفين ما غادش تنعس مع أختك واشه تشي طبيعي في الإنسان؟ هي طبيعي في الإنسان طبيعي في الإنسان ولكن كان شي حويج اللي كان ينغير في الإسلام وفين كتلقهم ما لهم كتلقاهم في القانون الجنائي كتلقاهم في السجون كتلقاهم بحالة شي مثلا اللي كان نعيش ودابها مثلا ضرب المرأة كيف هاش ضرب المرأة؟ اشنا هو ضرب المرأة؟ ضرب المرأة شي حاجة اللي ما فيهاش المصلحة دي لنا إذا كينا في الدين نكح بنت عمك وبنت خالق شي حاجة اللي ما كتدار شو ما عيب عار شوها؟ أن ندير هذه القضية هذه ولكن كينا في الدين إذا الدين اش دار هنا يا خسر؟ اشنا هو الدين؟ كيف رقما بين الخير والشر؟ هذا هو الدين جاء أساسا بهالدعاية النورة كيف رقما بين الخير والشر؟ والحاجة اللي قالك ديرها فيها المصلحة ديالك إذا هنا يا احتدك الوظيفة الأساسية اللي كيقوم بهالدين وقف رقما بين الخير والشر؟ تاوى ما نجحش فيها ها وجه بنا تشار ميل ولا ولا تاوى خير ولا الجهاد في سبيل الله حسن أعظم حاجة كتديرها في الإنساني أوجه قالك خسك تبغيني أنا أكثر من ما تبغي أولادك غادرة ماشي دينة دا كيفاش غادي نبغي كان أكثر من أولادي؟ كيفاش؟ بحال ذك إبراهيم قال يدبح لي يا ولدك ما قالش لي إبراهيم وش تامريد ندبح لك ولدي علاش باش نعبر ليك ولا بلا بدك عافك كان عليه يقول لي بحالوك وحيت ماشي من طبيعة واحد الإله أصلاً يكون فيه ديك عشنو مخنات ولا متكبر ولا متجبر ولا ما عافش كيفاش غادي تسميه لدرجات أنه تيقول لك خسك تبغي أولدك باش نشوفك وش كتبغيني وتقدر تقولي يا ودبح شي جاجع حولي ولكن تقولش يد ما حول ذك وأصلاً ما تسولنيش واش كنبغي كولي بك حيث نتعيها كنظن بعيد على العاطفة دي الإنسان كانش واحد تقارب ما بين واحد الإنسان والإله كان واحد تبعوب كبير يعني البوسبلية باش واحد الإله غادي يسولك وليه در معاك لك زيست باب حيلاً كتقول المحمد السادس كتحفر واحد الحفر وكتعيط المحمد السادس كتعطيه لبي كتقول لي قنع لي كتتقول لي نو مايهوت نو بالياج نو بوز بي وهذا هو اللي اعطانا فاش فاش كتقلب الدين كتلقى بأن الدين كيعبر على الناس ليجا منهم الدين هذا هو الإسلام الإسلام هو واحد الرب لكا ديال واحد المجتمع قريشي كان كيعيش في القياطن خذوا مايكل إخوان شكراً شكراً بيالي تفضل تفضله كايو أنا أريد أن نسوي الريضاء لأنه غيران بلاسي الشريعة الإسلامية بشي حاجة أخرى وش القوانين ديالنا مكافيينش القوانين ديالنا نتقدمين بزاف المقارنة مع الشرائع الدين والإسلام بالخصوص القوانين يعني وما اللي كانت تمشى عليهم وما اللي كانت تمشى عليهم وكان ننظموا بهم حياتنا وعلمونا شي حويج ما كينينش في الدين والمسلمين اليوم حتى أنهم اختاروا القوانين الوضعية وما قدروش على القوانين ديال الدين حيضوا مثلاً الحدود لأنها هماجية وش متيبلكش أن القوانين ديال اليوم وخصوصاً القوانين اللي كان في الدول الغربية عند الكفار وش ماشي كافية باش نعوضوا بها الشريعة للدين القوانين أخوياكيو المصدر دياله هو العقل عقل ديال الإنسان متفق معاه؟ هو الدينة والعقل أخوياكيو متفاوت كل واحد هو العقل دياله متفق معاه تفاوت؟ مو متفقين ما هي الطريقة الأنسب؟ باش نحق التعايش كاملين ونحاولوا يعني حاولوا من أدي وش بعضياتنا باستعمال العقل؟ جواب عند جون جاكو وصد العقل اجتماعي كاملين كلنا نتافقوا على واحد القانون ونطبقوا على كل شيء بنفس الطريقة ماشي واحد عنده تسع نساء وواحد يتجوج بربع هذه النساء وواحده نبيعها في الأسواق ندير واحد القانون نتافقوا عليه اللي ما فيهش الظلم فيه المصلحة هذه نركزه المصلحة ونحيله المفسادة هذا هو القانون ما فيهذا عقل ولا كيختلف ولا لا كانك يعناه قانون واحد اي دولا مشيتي له كتلقى قانون واحد كيتطبق على كل شيء بنفس الطريقة وش هادا ما كافيش؟ نحيله واحد شريعة هامجية عرفناها هامجية وندير واحد القانون اللي كنتستفدو منه كاملين ما عجبناش كان بدلوه بكل المشكين ونحن فيه وحدي السفينة ودك السفينة مثلا ودك السفينة غدوك تغرق نحن مثلا واحد ثلاثين ديال الناس قول لك نعطيك مثال خورته يقولك مثلا كين قيطار غادي تقطع له الفران وعندوه جوش طرقان سيضمنه طريق فيها واحد السيد ونحن نعطيك مثال طريق خرافها واحد ثلاثين ديال الناس ما هو المرجع اللي غي خلينا مثلا نختاره الحل او اختيار الانسب في هذه الحالة مثلا واش غادي السرطان هي ما العلاقة بدية الانالوجي اللي اعطيتنا والدين ودسيليها دراعيك وين ملاحظة في محلها بيالي انا دائما كما قلت انا كنطالق من انه مكينش الدين انا كنحاول دابا كنمشي معاكم وهاديك شوف شوف خير ايضا دكرة من الصباح ونتك تقول فيها كنطالق مكينش الدين كنطالق من ولكن انتك تنطالق مكينش الدين رغمان غايت نطالق ما غيكونش عندك إله ربو بعد على الأقل هذك الإله ديال الإسلام إذا كنت تقول له هذك ديال الاليها ديال اما فيما يخص انت هذك القوة والكتسناها 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 وتكون عاقلة ولا ما تكونش عاقلة انصوفوا كاريما عقلك انترى هذك مداريك انترى مال إسسانسيال ما تتفصلش علينا احنا تخشليع ديال ديال الديال الإسلامي باش تقول يلي انه كين خالق سوى ديزان قاع كين هذ الخالق ولكن ما يكونش ربو هذة ديال الإسلام هذي يالي خستك تعرفها مزيانوات الخالق اخو يا سعب الدين واش عنده رسالة ولا لا ماشي ديال الإسلام وما وصلتنيش ما وصلتنيش وصلتني على الرسالة ديال هذك ديال الإسلام ديالك اراني استطف ديال ما طبيت فرباك لكن انت تقول لا ديني يعني ما كينش واحد الرسالة يعني ذاك الكنسبت ديال الدين ما كينش انا ما فهمش انت لا ديني وكتسول على العلاقة ديال الإنسان لا ديني كتعني كنت اعتقد كين واحد القوة خارقة واحد الانيرجية ولا شي حاجة ولكن هذك لا علاقة لها بالإنسان ما كنتشي مصاج داز بيناتهم لا من هذي جيه لا من جيه لا من عند الله لا من عند الإنسان اذا ليش غادي تسول انت يا بقيك تسول بحيل انت يا كتتعلم بأنها كين واحد دين انت لا ديني يا رضا انا دخلتي عفتك دخلتك دخلتي مسلم دابا وليتي لا ديني اوش هذا تحسن استمجد غدا انت 허ض ايES لحقاش باقي عندك انت οبي numero بين mortality و اللايدي اوش شون انتد اباردو باش نعرفو كيف باش نتناقشونها شحال من واحد كين أخويا بيالير كين لا ديني كين الروبوغي هذول كيني كين اللي كي آمن بالإله ولكن ما كي آمنش بالعديان اها و لا ديني لا ديني تقول لك أنا ما كنعرفش ما عرفش وش ما كين واحد الإله ولا ما كينش اللي كنعرف هو أن الدين نكزيست با أنا لاحظت أيضا ما كتجاوبش بيان اللي يخصوه لك بزاف الأسئلة وما جاوبتاش ربوغي كي آمن بالله هو مسلم هو ورا مسلم هو ورا مسلم بيان ليغ لا ما ترس معك راته هو مسلم لا إلا مسلم إذن بدك يا عيق هل الأقل ده ما بدك لك أنا لا ديني لا لا هو أغرق يقول لك أنا كين طاق لا بيان ليغ لا ما تتفهموش ريدا ريدا والله ما كتفهموه ريدا تقول لك أنا أنطالق أنطالق أنا نيلة ديني لا أمنش بشي لله هذا لا يعني بأنه لا يؤمن بإله ورا هنا من أجل إتبات الرواية الدينية ويوصلنا لأن الله كين يدخل معنا في السجالة طلعا قيمة وممكن يمشي يجبد ده بشي لا لا أخذكم ما عارتشوش أنا ما عارفتوش ما عارفتوش عنده عنده واحد سمح ليغي نقول لك وحلقة ديه طبعا احنا عندنا شوية ديه الإكسبرينيونس في هذا المجال هذا طبعا كين بزاف ديه ديه الأنواع ديه الناس لي تكونوا ماشي لي كيكونوا لي كيبقوا مسلمين أو لا كي كت كيبقوا واحد حيتي لما أخذوش ديه المعارضة ما كيبقاش عندهم واحد واحد دور يلعبوه بحالة بزاف ديه الإخوان بحالة دك الأخ شاكي يبو دك الشي إذن إله هو قال لك أوكي أنا خرجت من الإسلام إذن صافي أراه ببقاش عنده واحد دور أش كي يدير كيبقى يتلاعب وكي الناس لي عندهم مثلا أزيز عليهم أن يكونوا لسنتخ ديال الاهتمام فهمتي؟ وكيدخول وكي بدا يقول لك أنا وكي بدا يعارضك علاج حيتي كي يلقى واحد نشوة كي سكيمي واحد البني فيه فاش كي يلعب هذك الدور إذن هاد الشي اللي وقع دبا مع الأخ مع الأخ مع الأخ اسميته ريدا ريدا هاد الشي اللي وقع مع الأخ غير كان نحاوله ما أم كان نمشيه معاه إلا كان بحيلة كان نطلع البارة همتي كنقوله في الأول أوكي هذا داخل كي تستطيعنا نقوله أوكي نعطيه البنيفيس ديال لا دوت أوكي إلا كان هو أعرفناه من هذا الثاني بأنه نعطيه الثالث والرابع والخامس أوكي إما المسألة هناك تكون هاده هو المشكل دابا معاه ها وابيالليغ ورديما معانا اللي لا يفهمه رديما تنطلعوه طبعا إيش كان مع هاد الشي ريدا كنجبد معه شي شي مشكل كنطرحوا لي كنطرحوا له الدلائيل كنفندوا الدلائيل اللي كيجيبهم يقول لك تسنى لكي نقلبوا نجي كي يغتص في جوجل كيرجع كنعاودوا نحتوي ولكن ما تنقص لك من هاده هو كتسولوا سؤال يجاوبك ستولس بعض الأسئلة ما تبغيش ما تبغيش يتواضع الله شي حاجة اللي بالنقطة اللي أولا ساليناها معاك ويقول رأسها في سالات على الأقل على الأقل يقول ما قنعتوني أو ما قنعتوني كما كنقوله أنا دائما ما تبغيش لكي نخرجوك من الدين غير بقى في الدين ديالك ولكن رساليناها ما تنساش بأن كل مرة كنهضروا معاه على الأقل العشرة ديال الناس في هذا الروم نحن نحتوي دائما لأن الناس تصنطف نحن 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 ننصد كنا نقول لي لقد انتهت نحن أن نحن 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 نفهم كما ما أحدث كل شيء يحتوي أخي ريس دراديما بصراحة باركة بصراحة باركة فهمت بحال ذلك يقول ذلك اللي جا عند حبابين والله فابو ذو كيامات ثلث ايام ديال ديافارة درناها معاه ذاك شيء الباقي غا يبقى غير فقصنا حيث نشكي وقى بحال ذلك الإخوانه ذو كدبقت عصر تعصر تعصر في رأسك حتى تصل لواحد المستوى كيبدأ السبر ديالك كيبدأ ينفد وهناك يدل على كيستنفد لنا من الطاقة ديالك يدل وصل لك لقاعدت الطاقة ديالك وذلك يعني كتبقت سكويزي وتحاول تبيل ليه تحاول تبيل ليه واحد الوقت غادي نديول ليه بحال كيف مكان ديال الشاكيب وبزاف ديال كان عرفوهم قاع باسمياتهم بزاف ديال الناس اللي صافرين كتقول هذا الحوار معاه حيث كتشوفي وكتقول اوكي جاء البارحين والثمانة اللي فاتت وهدي وهضرنا على هدي وهدي 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 وهدشي اللي يعطيناها راسي وفيزا نرى ما كان جوش هنا يكن عندنا مصلاحة فيك أنت تخرج منه هدي تخلصوا إلى أنت آمنت هي نحن نحاولوا على اشحي الطبيعة إنسانية كتعرف واحد الحاجة كتبغي الناس يعرفوه على الأقل يعرفوهم بعد يحكموا لها واش بالصح والمهم دوزلان فوغماسي وهدشي اللي كنديره إذن هنا ما كان شي واحد لا يحفظ المسألة هدي لا ناقة ولا جمال اللي نافع فيها وهدشي اللي كان ربما غد يلاحظ ممكن يوقعت هذا التأثير العكسي ممكن يوقعت هذا التأثير العكسي أنه تبقى تعود لها بزاف دل الحويج كيوقع واحد تأثير عكسي أنك تبغيت توريه أن هالدين غالط فكتبقى تعطيه 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 فكيوقع واحد تأثير عكسي أنه ما كيزيد تشبت بيه كتبقى هذا القديم نا أنا اللي كنتظن هو أنه الإنسان كيعود كيحسب واحد اللده بحال فاش كتكون داخل في شي موضوع وكتبقى غادي وكيكون ذاك شي متسلسل ومنطقي وذاك شي وكتلقى فيه واحد satisfaction ذاك شي علاش الناس كيكتبوا وكيفكروا ذاك شي حيث كتلقوا فيه شي دوبامين ولا شي لعبه كتزاد في المخرية الإنسان وكي اللي كيدخول هنا وكيعجبوه أنه يدخل معاك في ذاك الفلسطفة دياله ويجبت ذاك المقدورات وما كيبقاش الهدف هو التنوير أنه واحد الإنسان يستعفد كتعود عنده هو بحالة واحد الأدكشن أنه يجي ويبدي تناطح معاك وهنا يا فين كيك يكون كيوقع ذاك الصدمة اللي بناده من صافي قال يقول لي يسير ما تقعش شي وذاك شي كنت من الأخ ما يوصلش لهذا المستوى هذا أنا كنظن شي إنسان اللي بحاله وصل لهذا المستوى بحال ريدة دابا هذا المستوى اللي يوصل خسوه ديالسي ديقول أنا قسني صافي غادي نبقى نمشي للجماع وغادي ناخد هذيك الطريق وخسني نخلصي فهذاك البازل ونعطيه واحد المنطقة ونعيش مسلم إلى هذا الشي اللي هضرنا عليه هاد اليامات ما كافيش كندون هاد الإنسان هدا إلي ديستيني فاش يكون واحد الإنسان يؤمن بالله وعزيز لي داك الخنوع والخضوع ودك شي إدان الشيكي سا ديبون على شخصيات الإنسان إلا كان هو بحاله كوي لما عندوش هديك انه كيحسب واحد واحد السعادة فاش كيكونوا الناس كيتجاوبوا معاه فاش كيدخل دك شي ديال قريش ودك شي وحنا هاد شي اللي كنديروا وحنا ماشي شي ناس كن نفرضوا على شي واحد شي حاجة كن ديس بلايه والفكر ديالنا والأوبينيون ديالنا من الدين وكنشوفوا الناس اللي عندهم الدين مهم وبغوا يقلبوا على الحقيقة ديال وحنا عندنا واحد الوجهة ربما كتستاهل أنه ياخدوها بعيد الاعتبار ربما فيها واحد نسبة من السعر والمسألة كتبقى تواحد ما كنفرضوا إليه في إجيل هذا الروم إذن وهذا هو المساج اللي كنحاولو نكون فيه والإخوان اللي كيطلعوا هنا هم اللي موين باش كيدوز المساج الأخرين الإخوان اللي كيجيوا جداد في الروم ولا بقي عندهم الشوكوك ولا بغوا كي يزيز عليهم يتناقشوا فات المسائل ديال الدين إذن الآخر وما عنده ما يدير بيك انت ياهو ذيك الفلسفة ديالك والله واش كينو ما كينش واش الرسول وقع هذا الشي ما عنده ما يدير بيه وهذاك هو ولا ما جوغي تادي الناس ذيك شي علاش بقي المساج مداش المغربة إذن هاد الناس هذول كيدخلوه راه تجرؤوا وهذا تعبئ زوين يعني كيجي واحد المينوريتي قليلة اللي كتبقى الراس ديالها متحجرة ولكن هادا ستا يعني ستا مبغوفي أنش ناس كيدخلوك يتناقشوا معك في الدين المشكلة ولا ما جوغي هادوك ما عندهم ما يديروا بيك وخا كتبقى معاه وما عنده ما يدير بهذا الموضوع ديالله كينو لما كينش واش الرسول دياله الصح واش عنده معجزات دياله اذاك شي كل وما عندهوش اللي كيعرفه هو أنا موسلم صافي غادي نبقى موسلم صافي كتجي كتقول ليه ودي اسمح لي يتيقول لك مخورة ودك شي دك شي كامل أنا را ما على باليش إذن هنا فرش كتشوف واحد الإنسان دخل عندك ربما مزيان واش غادي نديره لما دخلش عندنا واحد الإنسان وكان راسه متحجر باش يحرك الناس حقاش وقت ما كان الراس متحجر دي بلوس كنزيدوه دي دي غيزون كنعطيه أدي الاكتر وقت ما كان راسه قاسح كتزيد تعطيه وكاي وهد شي كالناس التحت اللي كيسمعوا ربما واحد داخل عنده 30% شوكو كله عشرة ولا 80% باقي كيشك صدبه وكل واحد كيجي إلا وكيلقات شي حاجة اللي كتعود كونفينسي علاش كنديروه هد شي حيث الإسلام كله ضرر ما فيه تش شي حاجة في هالمصلحة كو كان فيه المصلحة 30 و40% ولا شي حاجة بوزيتيف ما غاديش نكونوا أصلا هنا ولكن الخطأ اللي فيه كبير والضرر اللي فيه كبير لدرجات جعلنا ما قضاناش نسكتو عليه علاش حيث احنا دوك الناس اللي عشنا بيه وبلا بيه ومنين خجنا منه واللي تكتبان اللي نعشنا هو الدين في المجتمع ولينا كنتبعوه فاش كتوقعش من المجتمع كنقوله أوكي هال علاقة ديال الدين بهذا المسألة هدي شي حاجة ديما كنلقاه أنه بزاف ديال الاشيوز اللي كيكونوا في المجتمع ديالنا كنقلبو فيهم على الدين والليت عنده واحد الحاسة بروغرامي أنه تمشيل شي مشكيل وتقلب على المسؤولية ديال الدين فيه اوكي اذا احنا فهمنا عشنا هو الدين واش يجب ان يحارب بالنسبة لي انا شخصيا وبزاف ديال الاخوان في الروم كي بل يعني انه الدين هذا خصي يحارب فيه بزاف ديال التقابي حال غير في الزلزال تهضر مع ابنان تقولك اللهم ارحمي الإسلام والمسلمين اللهم نجي الإسلام والمسلمين في كل بقاع الأرض هاد الفكرة هاد يخصة تحيد منه الإنسان فاش غادي هجم عليك شي شي قوم خور من شي كوكب خور عاد غادي تبدا تبليكم ودعبة تبليكم وتمردوا وتمشيوا عندهم وترينما تصنعوا شي حاجيا وتجيوا عندهم وترينما تشربوا الماخ concerning وتمرحوا عندهم وتضروا وتمشيوا عندهم وكل شي يمشيتوا عندهم إذن و сюжها zap drop أشج吧 الدين هو واحد أنه لدي خصار الإنسانية دي عنا كنا إنسانيين و ج cola دين يحسن قساء لكم من هذه الإنسانية خسن ديول هذيك الإنسانية دي كونديسيون خسنك تكون مسلم باش الله أنت ندعي معاك ونتمناتك الخير هذا كان نقوله كمثال ماشي علاقة بالهاد القادية كمثال إذن إلا كين في هذه المسألة اللي عندها علاقة بالإنسانية والعلاقة مع الإنسانية وجه الإسلام وفرها إذن رهدك قعدك شي اللي عنده علاقة مع الإنسانية فرعوا الإسلام غير هو التأتي ديال الغرب وديال مصلحة الإنسانية أترات على الدين واللي نحن تابعين الغرب وكنتبقوا القوانين ديالهم وتبعنا الخطى ديالهم علاش حيث هذوك الناس بعدوا على الدين وحنا يا باقين في الدين ولكن بعدنا على الدين أصلا ما خستاش نتعاملوا مع الناس ديال أوروبا قطعا خستا نتعاملوا غير مع المسلمين ديك الماكينة ديال الصابون ودك الدونتيفريس ودك الصبات ولدك التليفون أصلا ما خستوش يكون عندك هذا هو الدين ديال بالصحة لحقاش دين جابش يفرق ما بالإنسانية ولكن مش بالضرورة أي حاجة اللي فيها المصلحة ديالك راه قادرين المسلمين يصنعوها لك نو كين إن قاع الحواج لك تحتاجهم أنت المسلمين ما قدروش يجيبوهم لك جابهم لك الغرب إذا أنت أضطر عليك الغرب حيث أنت محتاج لهم يعني أنت بالضرورة الترتيب الغرب حسك تفترض بأنك أنت بقيت على الدين ديالك الدين ديالك كيف مدلق في الاستعمار ما خصوش يستعملك وما خصوش تلبس البرود كانت أنت وما خصوش تمشي تقرأ المات والفيزيك والسيونس والتاريخ والجغرافية خصوش تبقى تقرأ في الخرادي القريش وهذا هو المصيبة لكينا في الدين أن نجاو فرق الإنسانية باش فرقهم بالخرادي للتوحيد إذن واش هذا هذا الموضوع عنده أهمية كبيرة في المجتمع ياس كان بنيوا عليه الجوامة كان صبحوا به وكان تعشوا به وبنين عليه الوجود ديالنا كامل من هذا الزاد كلنا كان عارفوا بأن كان الجنة وكان النار وكان الإسلام وكان الحج وكان رمضان وكان عاد إذن الدين المهم عندنا في المجتمع واش هذه السيفيزون هدروا عليه ياسي السيفيزون مهم عندنا في المجتمع ولكن كله خطأ وكله أضرع كله مضرع إذن كناش رسالة أنبلا من هذه ما كناش رسالة أنبلا من هذا الهجوم والطعن ومحاربة الإسلام براما نبقى نخبيه فيها نحارب نطعن على شيء طبيعي الصفات اللي في الإسلام يعطيهم لوحد الفرط غادي تكره هذا الفرط تقعدك في الإسلام طبقه في واحد الإنسان غادي تشوفي غادي تقول هذا مجرم ماشي إنسان أوكي خذوا المايكل إخوان شكرا شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة